بالحلال متع عينيك خد بالا بالأمل جينا النديك خد بالا في الندى خيفين عليك خد بالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام أهلا بكم مع حققة جديدة من البرنامج خد بالك مع الحبيب الأبيب حبيب القلب فضلت الشيخ أيمن صيدح مناور يا سيدنا أحبك الله ورفع الله قدرك ويسر أمرك وشرح صدرك وبارك لك في أموالك وأولادك وجميع من قال آمين آمين يا رب الله أمين يا رب العالمين سيدنا خد بالك من ايه اللي بتوجه ليه وشاهدنا الكرام خد بالك سيدنا ان احنا كتير بننظر الى اصحاب الحلم فنجد في لحظة انه تنرفز بس أصحاب الحلم اللي بجد بيتنرفز ويغضب بطريقة الإمام الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار نعم في حاجات تغضب ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغضب في موضع الغضب إذا انتهكت محار مبعا نعم تا ممكن نقول اتقي شر الحليم هذا مثل هل يناسب هذا الكلام لا اهو قصد الحليم ليس له شر نعم اتقي غضبة الحليم غضبة الحليم تمشي طيب 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 انه اما كلمة الشر يعني حتى بالادب مع الحليم ما تنفعش لان من يعني من يعني من يعني اعلى الاهل الحلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهل له شر نعم سيدنا النبي لا نعم فاحنا بنقول انه اذا جاء الشيء وزاد عن حده ممكن تجد اللي قدامك ينفجر نعم الزوج حليم وراجل محترم واحيانا نقول له انت غلطت ليه يقول لي اخوانا مش شو حاجة اسمها اغلاق نعم خلتنا اخرج من نطاق الحلم والا اغلق الامر عندي ده حتى الطلاق ما بيتمش فيه نعم ممكن تشوف الحكاية دي على عالم من العلماء أيوة بنشوفها تشوفها على طالب علم أيوة بنشوفها ممكن تحصل من واحد من الناس ما تظنش أن يحصل منه شيء من الأقل لكن لما نسأل كده نفسنا هو ممكن حاجة من مخلوقات الله العظيمة زي جهنم إذا؟ اشتكت الجنة يوما إلى الله قالت يا رب بعضي يأكل بعض فأنا بقول لكم خذوا بالكم من نفس جهنم إن هنا الإشارة يا رب بعضي يأكل بعض فأذن الله لها بنفسين تنفس عن نفسه؟ نعم ما يفاجه نعم جهنم يعني جهنم وأوه هتنفجر من خلاص جهنم نفسها زهئة من نفسه نعم ما لا إحنا نعمل إيه؟ ربنا يسر علينا يا سيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يعني تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يسألها امتلأت ويعلم أن فيها من الناس والبشر والحجارة يعني سبحانه وتعالى هل امتلأت وتقول هل من مزيد ما بتشبعش نعم فدلوقتي خلاص نفسي يعني يا ربنا خلاص بعض يأكلوا بعض عايزين نأكل بعض يأكلوا بعض فأذن الله لها بنفسين خل بالكم من نفس جهنم خد بالك خل بال حضرتك يا سيدنا أن نفس جهنم بيوصل لنا في الدنيا وإحنا مش وغدين بالنا إزاي يا مولان ما إحنا عشان كده بنقول خد بالك نعم ده في الحديث صحيح نعم فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف نعم النفس اللي في الصيف معروف شدة الحرارة اللي ممكن تصل إلى إنها تجيب ضربة شمس أو تموت أو لما بيحصل كده يقول لك درجة الحرارة وصلك في البلاد الفل ده باب من أبواب جهنم أو نفس من أنفاس جهنم أذن الله به نعم فلما يجي الحر الشديد ده الغير معتاد نعرف أنه نفس خد بالك إن ده نفس من نفس جهنم آه للأسف الشديد إحنا بنعيش كده الدنيا حرارة ناطب خلش في التكييف إحنا لماذا لم نعتبر؟ لماذا لا ننظر؟ الله أذن لهذا النفس أن ينزل على بلد معين؟ ليه؟ ليه؟ عايزين نفهم؟ لماذا اختير هذا البلد ونفس في الشتاء؟ يا سيدنا حضرتك تذكر أمريكا لما فتح عليها نفس جهنم وأكثر الولايات تجمدت والكهرباء انقطعت في البيوت يجي يشربوا يلاقوا المية بقى التلج في البواسير نتحرك بالسيارة السيارة توقف والتلج ينزل عليها ويجمد الناس داخل السيارات يا ده من أنفاس جهنم من أنفاس جهنم مش نفس درجة حرارة متفعة ده من نفس جهنم أيضا نعم هذا من نفس جهنم مش الحرارة فقط نعم العالية العكس ضد كمان وسيدنا أصل الكلام ده موجود في الأحاديث نعم ربنا سبحانه وتعالى وصف الجنة وصف بعض الأمور اللي فيها اللي بضدها تعرف الأشياء مثلا قال الله تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شره مستطير ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا هي الزمهريرا تف شمسا اللي هي شدة الحرارة الزمهرير شدة الحرارة الزمهرير إذا هناك في جهنم مكان من شدة البرد على الكافر إذا عزب في هذا المكان اختلفت ضلوعه وتحطمت فما فتح على أمريكا هو من أنفاس جهنم بأمر الله هتقولولي بقى أصل إحنا يعني معلش أصل قطب الشمال ولا الجنوبي تلاجة الدنيا أخير بك دي تلاجة الدنيا تلاجة الدنيا يعني معناها فريزر بيجمد هناك المية اللي هي فائدة عن الأرض بإذن الله وأمره وخلى الشمس تبعد عنها بطريقة فيها يعني حكمة وتوزيع رباني لما ربنا يشاء بس يخليها تقترب وتسيّل شوية كده من الجليد ده وتيجي ممكن تغطي ممكن تخفي أمريكا لو بس كده شاء الله يخفي أمريكا وأخفى حوالي تقريباً 40% من الولايات توقفت عشرات الآلاف من الرحلات الطيران مفيش قبلها بشوية كان الوقت بايدين يقول إيه؟ بيقول على حسب ما جاءنا من معلومات وكالة ناسا نؤكد وشكراً لوكالة ناسا أن أمريكا لا تستطيع أن يوقفها شيء ونستطيع أن نصل إلى أي نقطة نريدها ما عداش كم شهر ويطلع يقول لك حال الطوار واتجمدت في الناس يا أمريكا كلها تجمدت يا من الله يهديك تبش عارف أن ده نفس بس نفس من أنفاس جهنم نعم أم الله وأصلا نزل عليك حاجة من جهنم ده هي نفس نعم يا بايد يا بايد خلي بالكم لا تنخدعوا بالتكنولوجيا نعم الله أكبر نعم لا تنخدع بكوة هؤلاء ولا هؤلاء الله أكبر الله أكبر خد بالك الله أكبر أهو الله أهو الله يعني لما يجي ربنا تبارك وتعالى يأذن لجهنم بنفسين نعم نفسين بقط يعني بالك بقى لجهنم يعني كان زمان يا مولانا اللي كان بيعود يسمه مع بعض البتاع اللي اسمها قل دي نفس حاج أبايد المدخرين تخيل النتجة يعني كوة هذا اللي يقف ويقول لك يعني الحقون ده حتى كان بيقول للناس اللي هناك اللي يستطيعن يفر منه لا يفر إعصار يعني سموه سموه إعصار مدمر أو حاجة كده آه ده بالآخر سموه إعصار الكنبلة نعم إعصار الكنبلة لأنه بيعمل بقى حاجات غريبة ما يعرفوش هذا خلق الله الله هذا خلق الله آه خل بالك خل بالك جنود الله إن من جند الله آه يعني الناس هنا الإشارة اللي احنا عايزين نقولها أن نخدوا بالكم أن كل كده حاجة بتحصل حوالينا في حكمة من الله جل وعلا نعم ليعتبر أولو الألباب نعم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نعم اللي عنده فهم مقلبه صحيح بيبدأ يقيس المسألة على الكتاب والسنة لأن الناس دية اتضح ضعفه نعم يعني إحنا يا ما قرأنا في كتاب الله جل وعلا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ الظَّلَهُمْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا مُعَمَلِي نَدِعَ لَكُلُّهُ حَدّ راح ينكزوه هينكزوه في ايه؟ أذا كان دا هم هناك شوية حاجات كده والتعطيل هناك عند أوكرانيا من الغاز نعم مش عارفون يعيشوا في هناك في أوروبا أنا ليه هناك بيقولي يا شيخ أنا خاري دلوقتي أتصور لك منهم حبيب ليه في إيطاليا سبحان الله كده عوائل عشاني بعارف ان ايه عشاني يعرف بس طلع كده وبيصور لي قلت له ما شاء الله يا ابني انت لسه يتجوا عندكم ليلي احنا بنصلي بده هنا قال لي ليلي ليلي يا حاج دا ضلان ليلي دا احنا الصبح يعني الشمس المفروض طلعت قلت له يا ابني أنا اللي عمدة أي دا ومفيش أي نور خالص قال أصلا هي كده على طول ممكن ممكن تجينا ساعد قال لي أصلا إحنا بنصوم حوالي تسعتاشر ساعة والليل عندنا بس يعني قال لي النهار دا كله ومع ذلك الشمس مش موجود سبحان الله ما في الشمس ربنا تبارك وتعالى لما يحصل له هناك دا اوعى تقول لي مجرد حاجات تغيرات مناخية ولا لا لا ما احنا فعنا عندي حديث هو عن النبي واحد الصحيح نعم هذا نفس جهنم فلما ييجي البرد كده وتلاقي متاكتك وقعد مع عيالك كده قوله استعيدوا بالله من نار جهنم في حديث يعني طبعا وإن كان فيه ضعف إلا إنك يعني إيه أهل العلم قالوا إن ممكن تجيب الدعاء على سبيل إنك تبين لأولادك إن دا ضعيف آه بس يلا لقيت الحر قولي يا ربك إنا حر جهنم لقيت البرد قولي يا ربك إنا زمهرير جهنم بحبك وأنا كام الله أحبك الله أهل العلم قالوا خب بالك خب بالك من حر الجهنم خب بالك من زمهرير جهنم نحن لا نقوى على هذا النفس ما بالك بمن يغمس ولا عياذ بالله صلى الله أن يعيدنا من هذا يعني في جهنم وما بالك بمن يدخل جهنم ولا يخل منها صلى الله سلامة صلى الله جعلنا من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة دون سابقة حساب ولعذاب أمين قالوا أهلين أو أهلين خب بالك سيدنا الأمر صعب وخب بالك إن المسلم مع الله يقيه هذا العذاب يا ربك إنا عذاب جهنم من شواله ويجعلنا وإياكم في الجنة مع سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا مشاهدي الكرام انتهت الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحلال متع عينيك خد بالا بالأمل جينا النديك خد بالا في الندى خيفين عليك خد بالا